منظم فدائما الهوسة تلد الضغط والضغط يولد جرة الاذن والعجل ويلا على صفحة فينبغي ان كل انسان ينظم نفسه هاي القصة اليومانة من حجية الكياهة فقط لردع المخالف وزجر غيره والامور منظمة مو مثل ما انت متوقع الامور منظمة بغض النظر عن خربطة الملابس والقمصلة بس الامور كلها منظمة وفهمك كافي ولياخذ خيط عندنا الحلاق يشلع الشعراية من الجذر ما يقطعها قطع وترجع علي ثاني يوم وهاي القصة شباب لردع المخالف وزجر غيره عيب الانسان اليوم مو عيب الانسان اليوم يغلط بس عيب الانسان اليوم اللي ما يتعلم من غلط غيره ولكن عيب على الانسان اللي ينتظر يوقع بالغلط على مود يتعلم من الغلط اللي هو صار عمامه ويغيره عذرك انا ما جاي تفتهم يعني بعض الامور فوق مستوى فهمك مع احترامات لكل المتفهمين الكلام يخص موعم لكن الامور منظمة وانبنت على اسس تواصل وعلى اسس تنظيمية متراكزة تدل على العمل من الساعة السابعة صباحاً حتى السابعة الثالثة صباحاً تفتهم عليه جاي سيوليف الحاصل صارت السفرة خمس تيام ناظم راح نبش ادموت لاسن هو واحمد حسن البكر قل له يا بتر صار الحكم عائلي والاتفاقات اللي كانت انا ذاك احنا دولة مؤسسات كل انسان يمارس العمل حسب المنصب اللي يشغله يعني اليوم حال حال الشايب اللي ما يعرف يصلي ما يعرف يقرأ قرآن ما يعرف يقرأ قرآن امي الرجل بس نيته هو يصلي هذا اللي يوقف على السجادة ويقرأ الآية على كيفه بمزاجه هذا يحاسب اخف من اللي ايه ابو الثالث متوسط اللي هو قادر على قراءة العربي لكن هو اللي هامل الحفوظ للآيات اللي تنذكر بالصلاة وابو السادس علميه تحاسب اكثر من اللي ابو الثالث متوسط وابو الجامع يحاسب اكثر من اللي ابو السادس لأن هذا كدارس الشريعة بحذافرة بقواعد الشريعة فالدولة اذا متن بنهيتش يعني اليوم كل إنسان يحاسب من المنصب اللي يشغله حسب العقوبة يجي اقوى بالمنصب اللي هو به يعني مدير المدرسة العقاب ما التأخف من مدير التربية مدير التربية العقاب ما التأخف من وزير التعليم وزير التعليم العقاب ما التأخف من رئيس الوزراء وإلى آخره وصلط عن ذاك رأس الهرم يعاقب اكثر من الكل لان هو صاحب المسئولية وكلكم راعن وكلكم مسئول عن رأيته فعد ما صار خلل طبوا انا ذاك التكارت اللي يخصون الحكوم واللي منظم منهم كان خير الله يعني ضابط هو قديم وبنظر اللي اجوا جدد هو كان متعاون مع الدولة اللي سبقته فكان ما محبوب من قبل نظم اللي هو سمونه ابو حرب هذا صندوق اسود يرجع عليه التركيز يا شباب وبحرب عد ما طلع من المكان اللي هو بي حرك كل ملفاته بقت الناس تحجي تخمينه ذكريات اما الملفات الحقيقية اللي كانت اتخص نظم ابو حرب فهن كل هن مخزونات بذاكرة رئيس جهاز الميمقى ابو شاهين اخوكم اللي قددانكم بكل تواضع ابن الناصرية يوم من الايام صارت بديالة قاله وانا هاي شفتها بعيني مو واحدة جقلي قاله بديالة قال جاي السيد النائب والسيد العام هما كانوا يسمونه السيد العام والسيد النائب جايين عندهم اجتماع مغلق سري قبل لا يرجع البكر بيومين الى ثلاثة انا واقفوا بمديرية الامن ما لديالة تحياتنا الاهل ديالة السلمولة عليهم وجماعة خانقين يعرفون اجي جاي السولف اباوع مدرسة مندلي بخانقين اذا تندلوها ما اعرف اسمها لحد الان مندلي لو تغيرت بعد ما اعرف وانا احكي لكان بذاك الوقت اجن سيارات الدولة كل احنا نعرف كان سيارات الدولة حديثة وسيارات الشعب مكسرة يعني دفعة يلا تطلع بيها والتايرات مرقعة هيش تسوي السيارة ويكتلك الحر حتى كانوا قبل يسوون التبريد ما للسيارة طبعا هاي هم للمزاح في اللينة واتربام ما المبردة وما يعني فد امور العراقيين يعني جود من الماجود حسب ما تقول اجن انا اعرفت السيارات حديثة فبحكم مضيفتنا انا طلعت كانت عدي ببكت هم سيارة حديثة قالوا ذاك الرئيس رحنا يام الرئيس قال ابو شاهم بس من رخصتك عدنا اجتماع مغلق كان قاعد هنانا الرئيس وناظم بعدين قال ابو شاهين تعال بصدر اجوا ذول الضباط اللي اصغر من عنده منصب انا ذاك رجعهم الرئيس سوالهم هاي الحركة كانوا ببكت هاي يسمونها النائب العنيق كان لا بستحدى لان اتذكر قاط بصلي والارباط مات تلونه في استقع اخضر كان لا والشعرة كان زلفل هنا وفي الشكل حلو كان يعني محبوب وناظم كان لابس لحد اللي انا اتذكر قاط اسود مخطط ببيض ونظارة طبية سودة فاني قاعد اسوق والنائب قاعد بصفوي وناظم ونانة هاي الفتحة البيان الكيشنين ما دراسة جاي يسمع حتشوب موضوع معين انا ذاك بس حتشوب والالغاز حسب حس الأمني افتهمت شنو اللي صار اللي صار اتفقوا على شي معين رادي يسوهم بطولة قدام البكر ترى احنا اسس الدولة انا ذاك بس ناظم من هاي الباب استغلها قالاني علي وعلى العدائي قلت لك ناظم كان عبد ما يخاف عد ما يعني اللزم انا شفته بعيني بالقصر الجمهوري جابوه من مديرية الامن سليم حبيب قلبي نورتني يا غالة رحم الله وادية جابوه بمديرية الامن انه بجابوه للقصر الجمهوري حطاه بغرفة كان لابس تراكسوت بازة اللي تراكسوت البازة ابو الجيوب اذا تذكرونه شباب عرفتش شون وهو قال لصدام حسين قلش بي وجهك اصفر انت راح تنعدم لو انا اللي راح نعدم ما حشو يا الرئيس كان يقل له اذا تأذم ناظم راح يطلع لكلف ناظم والحكم وبحياته ما يصر عائلي يلا اذا انت رجال هل سقتني بوقته كان جدا يحبه حتى بوقته النائب بتش قل لي ليش يتش ناظم ليش هذا اللي اتفقنا عليه قال له ما من الممكن اتفق على شي يتدخل بي خير الله طرفوح قال له هو من هو هذا يتدخل هذا مو كان عميل للدولة اللي سبقت عبد السلام عارفه ربعه قال له مو احنا ربعنا صعدة فحم نزله لحم ايش عجب اتفقته ورجعت لي الزنابير اللي كانت انا ذاك شوف كل شي ولا الثقة بشخص كان صفق لغيرك يا شباب ابد نصيحة اخويها من اخوكم ابو شاهين اذا شوف الشخص صفق لغيرك وايجا صفق لك اعلم انه نهايتك نفس نهاية ابو حرب اعرفت شون تفتهم عليه جاي سولي في شباب الحاصل جيب الليف وادن الليف تفقى مدرشينيو صار قال له اليوم راح ينزل للبكر باليوم الجمعة اللي صادف عن ذاك يوم 28 حزيران سنة 1973 لحد الآن اتذكر حتى التاريخ وكانت المجاملات الدولية تنطلق طيران من ادنا دائما الطيران اللي يجي الدولي يجي صبحية برج العشرة عشرة ونص الصبح بالستة وربع الصبح نظم طب المطار بغداد نشر ربعه بالامن الفنان بدر ناصر نورتنا تاج راسي نشر ربعه ومن ضمنهم اللي كان ايده اليمني اخو قائد السرب مع البغداد من اهل الحلة خليجي هنانا يمي يقول مو اخوه كان كان هذا الايد اليمنى ما النظم من اهل الحلة من منطقة حينادر يم المعامل ما الخياطة بيتهم واخوه كان قائد السرب لواء الفلان الفلاني وعيونه خضر تعالي هنانا قل لي مو هو اتحداك اكبر ضابط هسا يجي الحاصل نشر ربعه هذا قال لك شنه قال بس يجي البكر المجموعة الاولى تكمل المتفق عليه المجموعة الوراها اللي تكمل عليهم والمجموعة هاي من تنسحب للعمن العام هو نظم يكمل عليهم وكان نظم قاعد بالعمن العام ببغداد بالغزالية يفر بالكرسماتو يباع بالتفيزيون منتظر الخبر لان كان بجهز كل الامور اللي ينبش على الخبراني انا راح تقتله السيد الناب قتله ترى نظم هذا وهذا اللي مسوي قالي شون عرفوا تابو شاهن قتله جبت جهاز من روسيا ولزكتها بالميز جو الميز ما النظمه بيوم تطبينا عليه للأمن راح يشربوا تياما شاي عدي جهاز جبته من الاتحاد السوفيتي حطيته بالعلش ولزكته جو الميز وعرفت الخطة كله حبيبا علم من اعلام بطل من ابطال العمارة البطل ابو مسلم تحياتي الي الحاصم جبت جهاز هذا الجهاز من الاتحاد السوفيتي اللي زكتها بالعلش اول ما طبيت على نظم بالأمن العام اللي زكتها جو الميز وظليت أسولف وياه امر طبيعا ما انتبه فانت مع الاسف بذاك الوقت هواي اسامي كانت متن ذكر رحت قلت للسيد النائب السيد النائب كان يجب سيارات ببكتها كانت كابرس ربع قمارة جلد لون ماروني اذا تذكروه المال جهاز الجهاز اللي كانوا يسمونه جهاز حنين جهاز حنين كان تابع للسيد النائب اللي هو عبارة عن مكتب ولم بيش اكواح السربلي بالعراق لعد هو هسا التمنتج تقل لي ليش فشل الجهاز حنين شن اللي فشله فشله السربلي بالعراق مع احترامات للطيبين شكه افطي كان قاعد براس شارع ياخذ خوات يدور وليد يسوي هاي السوال فكان يدام بجهاز حنين واعرف اساميهم واحد 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 من ضمنهم اسمع الامامة من ضمنهم اسمع الامامة الحاصل شباب جيب الليف طبوا جهاز حنين بالكابرسات الربع قمارة جلد طبوا نزل البكر رأسين طببوا رأسه هيتشي حتى هو قال لي ليش ابني تضربني قال اصعد 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 قال لعجل ناظم مسوي علينا شي يورثاله انا اعرف اقابه وناظم وناظم قبل لا يسو هذا الشي اللي ولا ضاب اطلع بالتفزيون وضح للشعب العراق الحزين شن اللي صار عن ذاك ما عدا ابنهم واخوهم وابن الناصر يا بو شاهين الصندوق الاسود انا اطلق على نفسي اسم الصندوق الاسود شباب لان هذا سر من اسرار الدولة اتحدى اكبر واحد يعرفه خليجي هنا يمي يحلف قرآن يقول انا اعرف لهذا السر قائد السر بمال بغداد اخوك انا يدي اليمنا ما الناظم اتحدى كلها تجي هنا يمي تحلف قرآن تقول لا عرفتني ابو شاهين انا انا ابو شاهين وهاي القصة فقط لردع المخالف وزجر غيره ندل على شي على بس شي معين الهدف من هاي القصة دائما ابن حياتك على امور مؤسساتية لتخلط الامور المجاملات العائلية بشغلك اي ان كانت وظيفتك اذاك او مستقبلا الحاصل يا شباب طب انا بقى علي هين الكابرسات تعرف التمطار بغداد طبا كابرسات كلها نزل ببكتها صدام شاء لابس قاطر صاصي اول ما نزل من الطيارة مالغة والمجاملات الدولية صعدت فرق على من جهاز حنين على الفرق اللي مجهز ها ناظم بس ناظم البارحة بالليل شال وزير الدفاع وزير الداخلية اللي هما كانوا اذرع من هو احمد حسن البكر اللي هما كانوا الاذرع انا ذاك للرئيس احمد حسن بكر شالهم ناظم اعتقلهم طبوا علي للامين هرب هو كانت عنده سوبر حمرة طلع حصروا بحدود الشوملي نزلوا علي بطيران ضرب اثنين طيارين هو من عندهم واحد استشهد رحمة الله على روحه عميد برزان تحيات نقلة منه لدهوك استشهد طبوا وراء للصحراء من ضمن اللي كان يسوق اخو قائد السرب مال بغداد منه للحلة وناظم كان قاعد بالصدر قال له جيبوه عديل او ميت اببكت النار نزلوا علي بالبكتات قال له لهم انا شق القميص مات اببكت لحد اللي انا اتذكر درع القميص مات وحط التوكار ريف برقبت قال لانا ماكر رجال يكتن انا اكتن نفسي قال انا بحرب ابن الناصرية ببكت لحد اللي انا اتذكر حشائتي قال انا بحرب ابن الناصرية اللي يريد يكتن هو فقط نظم انا اكتن نفسي فقال اعتقله جيبوه ببكت قال لجيبوه حسب وضعه جابوه المديرية العمن طببوه بكر بابا وعلي يسيوه هاي الحركة قال ما حجي الا الصدق قلت له شون قال ما حجي الا الصدق بس لا تجيب طار الصدام يعني لا يسمعني ودار وشها وراح اخذها صدام طبوه عليها بغرفة لابسه ببكت هتراكسو بازي رصاصه مخططه ببيض او مخططه بازرق للمعلومات لابسه تكرم السامع عن عالة بيض قال لصدام قال ليش ترجف وصاير اصفر اذا تقدم ناظم يطلع لكلف ناظم وطلع خبر بالتفزيون قال وخليج الشعب العراقي كله يخرع على قبره هذا اللي يدمر العالم هذا اللي يسيو انذاك المغزى من الموضوع المغزى من الموضوع تضعيف الاب القائد اللي هو احمد حسن النائب يرتب بضع اشون ات هذا الهيكل تهجمة كسر الدنيا قل ليه مستند عليها الهيكل اللي هو وزير الداخلية وزير الدفاع والطب بدور احنين حنيت مو معقولة فد وروح القلب فد وطولة حنين حنيت مو معقولة انطب بدرب احنين حنيت مو معقولة انو انا لزم الشخص يريد يريد يسوي عليك محاولة انقلاب وعدمت يا بجيب اخلفتها من عنده لا ما يريد يقابلك يقول انا مدرش طيب 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 انتهى وضعه وبعدين صار تنازل اه الى ولدي صدام اندل على شي في دل بس على شي معين اه دربالكم يا شباب من الشغل المخربط نظم مضعك نظم حياتك فكر بينك وبين نفسك اقوم وهذه القصة طبعا بيها هدف معين اولا للصندوق الاسود ثانيا لردع المخالف وزجر غيره ثالثا بذاك الوقت من ولي يكشف هذا الشي هو خكم ابن الناصري اللي اكتشف محاولة الاغتيال اللي صارت على البكر طبعا الخطة اجت من من الجماعة من فوق والعلج اللي اللزق بالميزان اللي اللزقته فنظم حياتك وما عليك بغيرك نظم حياتك تنجح خربط حياتك واتجه لفلان وحلتان وطاقرحان ما رح توصل نتيجة معين رح يصير مصيرك مصير الاب القائد من قال ابول على هذا الكرسي اللي انا قاعدت علي مجرد هيكل اتهمت علي هس لو ما افتهميت اتهمت لو لا فالشغل ماشي من ذاك الوقت وخاصة يمتمثال الجند المجهول يعني من ذاك الوقت كان هذا التمثال للرمز والشغل منك كان يتنظم ومنك كان ماشي ونبنى على اسس ومؤسسات تنظيمية فدليل النجاح بالحياة التنظيم يا شباب كنتو الى حق على ابو شاهين ان يتواصل ويا قاعد نتواصل ويا اكتر عدد ونظهر بالله افواتش قد ما نقدر حتى لو نطمن وقتنا لان تستاهلون هاي المحبة طبعا انصعد ابو شاهين صعد لشيء معين اولا توفيق من رب العالمين ثانيا من احبه الله احبه الناس وهاي المحبة رب العالمين زراحة بقلوب هاي الناس طيبين اخوكم ابو شاهين خادم المظلمين اربعمية وتسعة وستين طبتم وطابة مساءكم بكل فرح وسرور حبيب سام الورد احلى الكعبي شباب معا